كده للتارو ندخل على الشاكرات عبدأياً كده عندك شكرة الجزر فيها شوية خلل شكرة الدفير الشمسية فيها شوية خلل شكرة القلب ما فيهاش خلل فيها طاقة زيادة طاقة إيجابية زيادة طاقة حب زيادة طاقة عطاء زيادة يعني المفروض اللي بيحصل إن الناس بيبقى عندهم شوية خلل الطاقة بيكون أقل إذن الطاقة يعني سلبية أنت عندك أوفر يعني أنت عندك زيادة شوية شكرة القلب يعني شغالة باستمرار ودي حاجة كويسة جداً طبعا بس برضو ما ينفعش تكون كويسة طول الوقت يعني ما ينفعش تكون أوفر خليها متوازنة تمام؟ لأن أنت في دخل على مرحلة أنت في محتاجة لكل الطاقات تتوزع بطريقة كويسة في مصارات الجسم ما ينفعش نختص شكرة واحدة بس هي اللي تبقى شغالة عندنا وبقيت الشكرات أوكي فعندك شكرة القلب يعني ما شاء الله ما شاء الله جيشة جداً ما شارك جيشة جداً والقلب اللي بيعيشنا وبيحركنا بزبط عندك شكرة لذفيرة الشمسية أنت محتاجة تتصلي بربنا أكتر عن طريق الميديتيشن يعني التأمل عن طريق السكون تقعودي سكتة متتكلمينش خالص تنفس العميق تنفس البرانا طاقة البرانا دي مهمة جداً جداً والله بعمل كل ده كميل جداً ممكن يبقى التروس عاد بيضيع الهاء لأن لأ فعلاً أنا دي أكتر حاجة بركز فيه بس قد يكون في حاجة ميسنج في حتة مش عارفة ممكن ما بتكملش إحنا عايزين نزود بقى شوية نزود ماشي يعني هنعود وقت أطول ماشي لو بتقعودي مثلاً ربع ساعة خلينا نصف ساعة من غير ما تفكري في أي حاجة خالص 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 سكون فقط طيب عندك البرفكشن عندك الكمال برضو عندك كمان شكرة الجزر أوفر بمعنى؟ طاقة إيجابية زيادة على إيه بالضبط؟ شكرة الجزر هي اللي بتتحكم في ثقة النفس زيادة أصدق؟ هي موجودة بالزيادة؟ لازم أعلل ده؟ قدلني لازم يبقى فيه توازن اف مش هينفع أي حاجة دي صعبة دي أعللها أي حاجة لما بتزيد عن حدها ودي تركيب أصلها كمان يعني أنت تبتدي كده بالعكس فصعب يعني بتطلب يتقللي حاجات بالعكس الناس بتتمنى تملاه فده صعب حلوة دي طب يعني أنا قلت أنا قلت أنسو حاجة بس أوكي عشان بس الدنيا تبقى مدرسة على رأس النصيحة ترجمة نانسي قنقر